إخواني أخواتي الله يحفظكم ويصطركم وينصركم نروح للنقطة الثانية ثانيا هذا الوباء فرصة للارتقاء فرصة للنقاء بيناه من خلال خمس مجالات الآن فرصة للارتقاء للتطور لبلوغ الشأو العالي المقام العالي السامق ويتحقق ذلك أيضا على مستوى خمس مجالات المجال الأول الارتقاء الإيماني لابد ربنا عز وجل قالنا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا آمنوا يحب الله ورسوله ربي سبحانه وش يقولنا يقولنا يا المؤمنين طلعوا الإيمان تاكم فورتي فيو الإيمان تاكم اوغمونت إيمان تاكم طلعوه هي فرصة إذن هذه الفرصة فرصة الوباء لابد أن نحسن استثمارها من خلال حسن الظن بالله من خلال توثيق الصلة بالله عز وجل من خلال النظر والاعتبار نعتبر هذا الوباء فرصة ودرس للاعتبار نعتبر من خلال من تفكروا أن هذا الكون له خالق واحد جل جلاله اللعب ذي تحبير ربي يتدبير اللعب ذي تحبير ربي يتدبير ذنت الخلقا جي مره الكون جي مره يسعيون مذبر ربي سبحانه عز وجل إلا قاثني السين إلا قانوال الرغورس وربي ذي القران يناد ففروا إلى الله صورة الذريات الآية رقم خمسين ربي دي قال ففروا إلى الله ثارولا أن ده نرول أن نرول ربي سبحانه عز وجل وذا نفهم باللي الوباء كورونا وجي جند من جنود الله الجنود ربي سبحانه كن دين ربي القرآن إن دوى ما يعلم جنود ربك إلا هو إن دوى لله جنود السماوات والأرض الزلازل من جنود الله الزلازل جنود الله صحانه الباراكين كيف كيف من جنود الله عز وجل المطر الماء الرياح كل الأمراض الأوباء المجاعات بالمناسبة الأسرة البشرية وأبتلية بجملة من الأوبئة والأمراض والمجاعات منذ يعني عبر التاريخ البشري وسيأتي ومشار نفصل في بعض المسائل باش نعرف بالله هذا الأمر حادي ولكن ماذا نتعلم نتعلم أن نتعرف على خالق السماوات وأرض خطر ميلاً السنة ربي نفكيس الزال نفكيس القيمة فجذ النعمة ثم قرانت نعمة عظمى أن نتعرف على خالق السماوات والأرض إذن نستثمر هذا الوباء هذه الفرصة في الحقيقة من أجل تحقيق لارتقاء الإيمان ولكن هذا الإيمان لابد أن يترجم في أعمال صالحة لابد أن يترجم في العبادات المختلفة التي ستثمر في حياتنا يقيناً ربنا عز وجل قال وَقُولِ عَمَلُوا هكذا قال في صورة التوبة الأيام الخمسة وَقُولِ عَمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُومِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ لَنْ فِيزِيبِلْ إِلُوْفِيزِيبْلْ ربّي يَزَرَى أَيْنِكْ فِرٍ يَحْصَلْ أَيْنْ دِظْهَرًا وَلَشْ ذَا شُوِي فِرٍ فِي اللَّاسِ لا تَخْفَى عَلِيهِ خَافِيهِ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى إِذَا لَكَ رَبِّمْ يَغْدِينَا وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ بَعْدَ شُوْ دِينَا فَيُنَبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ذَغَ ذِي سُورَةَ الْكَهْفِ لَيَثَانْ قَالُوثْ لَيَمَي وَعْشَرَةَ رَبِّنَدْ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا أَوِنِي تَرَاجُونَ لِمْ قَفْلَ رَبِّينَ أَذِيخْذِمْ الْخُذْمَي صَلْحًا وَتِيخْذِمْ يَرَبِّي بَشَتْذُومَ أَتِيَفْ ذَعْوِنَ إِذِي تَرَاجُونَ ذِي لَا خَرْثِ أَيْنِي قَاتْ سِفْذِ الدُّونِيث أَثِغْلُثْ ذِي لَا خَرْثِ جميع الأعمال الصالحة التي يأتيها الإنسان في دار الدنيا في هذه الدارة الثانية سيجدها في الآخرة في دار القرار المجال الأول إذن في مجال الارتقاء هو الارتقاء الإيماني المجال الثاني هو الارتقاء الطربوي أمر جميل نستثمر هذا الوباء وهذه الفرصة من أجل تحقيق المستوى الطربوي العالي من خلال التحلي بالفضائل من خلال التخلي عن الرذائل من خلال التدريب المستمر على الاحترام التدابير الوقائية الاحترازية من خلال اتخاذنا للأسباب وهذا مستوى طربوي راقي سمحوا لي يا إخواني يا أخواتي أراكم لاحظتم جميعاً ولاحظنا جميعاً أن البشرية الآن حققت مستوى محترماً في المجال الطربوي من خلال المحافظة على هذه التدابير الاحترازية الوقائية كما قلنا قبل حين مسائل المضافة نضافة الأبدان واحترام مسافة الأمان عند اللقاء وتجنب التجمعات إلى آخره كل هذا في الحقيقة يعني أمر طربوي عالي جداً سمحوا لي الإنسان تدربون أيضاً على القناعة في الحقيقة لأنه ربما قبل هذا الوباء الناس كانوا يبذر يبذر إسراف والتبذير كبير جداً الخبز ضايع والنعمة ضايع ولكن الآن لا الآن من الأزمات الكبرى أزمة سميد أزمة الماكلة هي أزمة لكن باش نعرفوا كمت هذه النعمة ربنا عز وجل قال وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوَهَ يعني نعمة وحيدة ما نعرفوش قيمتها إلا عند فقدانها إلا عند حينما تُسلب منا الآن سُلبت منا الكثير من النعم سواء ما ذكرنا في الحياة انتعنا داخل الأسر وكذا المستوى الغذاء انتعنا إلى آخرين ما مبقناش في المستوى السابق بيقين كله نعم طيب وكذلك حرمان من نعم أخرى واحد ما يشوف عائلته ما يشوف صحابه لأنه أكيد يا إخواني يا أخواتي كان أخواتي حبوا يشوفوا صحاباتهم كان إخوه ورجالي حبوا يشوفوا صحابهم حرمنا من كل هذا في الجنائز في الجنائز وسبحان الله كين جنائز اللي فاتت ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني أقارب محضروش جنائز ربي رحم الأموات وربي صبر المصابين جميعا وبقدر الصبر يكون الأجر حرمنا من كثير من النعم إذن هي فرصة ذهبية أيضا نستثمرها لتحقيق هذا الارتقاء الطربوي وكين بعض الناس رحت لهم لبسول كما يقولوا ضعوا ضيعوا لأوروبير لن يمذن يروح الناس لأوروبير يروح ناس للميزان سمحوا لي زمان كان واحد الشاعر واش كان يقول يقول وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام سبحان الله وكانوا يختزلوا الحياة غير في هذا الأمور يعني في الأمور المادية وهذا خلل في الحقيقة الأمور المادية لها قيمة في حياتنا بيقين ولكن لا بد أن ننتبه إلى المسائل المعنوية لا بد أن نصرف جهودنا إلى المسائل المعنوية نحن بشر أكيد كل إنسان عنده روح عنده بدن فيه جسد وروح والشريعة تأمرنا بتحقيق التوازن بين الروح والجسد والمادية لها اعتبار ولكن ما يزمش ننغمس في الماديات ونتخلى عن المعنوية إذن هنا فرصة من أجل تحقيق هذا الارتقاء الطربوي أقول كان هذا الشاعر الزمن واش كان يقول قال وما الدنيا إلا طعاب وشراب ومنام وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام فإن فاتك هذا فعل الدنيا السلام وكأنه يختزل الحياة في هذه الأمر المادية وهذا خلل لذلك يأتي شاعر آخر محققا لذلك التوازن المنشود قائلا يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب النفع ممن فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان سبحان الله الإنسان كيموت واش نديرو يعني حينما تفارق الروح الجسد ندفنوه كأننا نقولولو يا فلا نرك عزيز علينا ولكن نريدوك جسد وروحا مادم الروح انتاعك راحت حتى الجسد انتاعك لازم يروح واش نديرو ندفنوه سبحان الله يعني كليون ديناشو يقاريوين عزيزين في الأسمرين مث مرات زور الموثخامة وين عزيزين نطين عزيزين أذا سنيني مادم الروحيك ثروح ولذشيني روح ذاش أسن خذما ثننطل يعني أسن غيزا زكا ثنطل تواثننطل أما كرسن قارنفغاك سروحينيك سصورينيك مادم الجسدينيك يروح صورينيك الروحي ثروح ولذ الجسدينيك يثن قبلارا أي غير قصننطل ذا يمكن باش هذا نفهم إلاقا نخدم التوازون لا بد أن نعمل على تحقيق هذا الارتقاء الطربوي من خلال تحقيق هذا التوازن بين الروحي والجسد بين المعنويات والمديات المجال الثالث اللي يرتقاه هو المجال الاجتماعي الأسري إخواني أخواتي الله يحفظكم الآن رجعنا إلى أسارنا يعني حياتنا قبل هذا الوباء ما كانت شاكذا يعني أحيان الأسرة اللي عندها أربعة ولا خمس أفراد ما يتلاقاوش إما بسبب القرية كل واحد وين يقرأو كذا ولا بسبب الخدمة كان يخدم الصباح كان يخدم في الليل كان يخدم العشية وحتى كي يدخلوا ربما زيارة خفيفة ويخرجوا ما يكلوا مع بعض ما يتلاقاو إلا النادر سبحان الله قدر بالآن باش يتلاقاوه أولا باش نعرف بعضنا البعض يا إخواني يا أخواتي على بلكم اكتشفتم اكتشفنا جميعا باللي ما ناش نعرف بعضنا البعض مليح درق تلاقينا كل واحد يتعرف على الوالدين تاعه اللي عنده الوالدين يتعرف على زوجته يتعرف على أولاده من خلال الحياة الدائمة يا نعم لذلك كان الآن اللي عندهم شوية مشاكل إن شاء الله ربي بعد عليكم وعلينا جامعا المشاكل لماذا مش نتعرفين أصلا يعني إحني الراجل مش يمولف يعني يريح طول نهار في الدار درق ولا يريح وكان رجال اللي داروا الآن سمحوا لي رجال على كل حال كان اللي آكا شوية أخطأ وجبت مشاكل أنهما لنا تدرب كيفاش نعيشه داخل الدار أنا عامي وربما تشوف بعض النقائص وتشوف بعض غض البصر يا سيدي ما تشوفش كان أمور غض عليها البصر تشوفها تكسرت هذه ربما فيها غبرة فيها كذا فيها كذا يلا غض الطرف تجاوز عن هذه الهفوات عن بعض الزلط وسيريسي بروك أيضا بالنسبة للمرأة أيضا ممكن تشوف بعض الأخطاء من زوجها سمتصبر عليه لازم هي تصبر عليه وهو لازم يصبر عليها ولازم الولدي يصبروا على ولادهم والأولاد يصبروا على والديهم وهكذا لذلك هي فرصة باش نتعارفوا بصراحة فرصة باش نتعارفوا وكذلك باش يحذر بعضنا البعض كنت عارفوا ماشي باش نديروا المشاكل نديروا العيات لا 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 باش نصبروا باش نتعلم الصبر ونتدرب عليه نتعلم التعايش داخل الأسرة ثم بعد ذلك نعمل على تحقيق التعايش مع غيرنا مع الجيران في الخدمة في السوق في الطريق في الوطوروت وكان وينما كانت تعايش كان هناك رفض اللي يدخل الوطوروت لازم يمشي الوحده لازم يعيش وحده السوق لازم يقضي وحده لازم لذلك هذا الإنسان الذي يريد أن يعيش وحده فقط يلا الآن يتدرب ونتدرب جميعا على تحقيق هذا الارتقاء الاجتماعي وهذا التعايش باش باش نولي ومتماسكين نغالاك ثواشولين النغبش نمياع قال أخطر لن يقال نوم يسان نرى أكي نقض لأطان نوم يسان نرى ذلخوذ ما أكل يونان دا يلع إلى أخيره ولكن ثورا نجمع ندكر يثنت واشولت صاف يزمر تسعون المشاكل يزمر تسعون هورا يزمر ولكن وهاربي زرام زكاية ثم تسعون ثورة خاطئ حتى الوسائل التكنولوجيا فرقت بيننا العيب مشي في الوسيلة العيب في سوء الاستخدام وعلى بلكم يا أخواني وأخواتي كان يكونوا داخل في مكان واحد كل واحد مكونكتي واحد وخلاص ما عليش توقع هذه التكنولوجيا نستخدمها ما في عيب ولكن نحسن استثمارها ونجمش كون ليكسي هذا هو لمشي مليح ليكسي هذا الغلو هذا التطرف هذا المرفوض وشريعة تدعونا إلى تحقيق التوازن والوساطية ربي قال في صورة البقرة الآية مليا وثلاثة وربعين وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وسطية ويستقفالي ثقرني ثقرني ثلما ثقيم ذي الخالي أوها ربي أسيلي الوسطي يجي ذي الحياة تنغي تنغي فيها دين يقصوا الشتورة الملال إلا قنم يعقال إلا قنم يحذار إلا قنم يساني لق باشزك من فغمي ما أنبال نار برا ساذر من نار يرجير نار ذي السوق ذي الخضم ذي برا ذي كفير ذان أنا يعقال وإن يحذار أني سين محار نذير جميع وثقي مسألة مهمة ومهمة جدا هذا هو المستوى الثالث أو المجال الثالث المطلوب فيه الارتقاء الارتقاء الاجتماعي والمجال الرابع هو الارتقاء العلمي المعرفي فكذا مسألة مهمة جدا بمعنى هذه فرصة اللي يبغى يقرأ القرآن ويقرأ الله يبرك الان يتنفس في الختمات وما شاء الله الله يبرك ذي نص فرح الخير الربح وكان اللي الله يبرك يتنفس ويقرأ الكتب يقرأ الكتب وكان اللي ره يألف الكتب وكان هي فرصة وذير يقرأ ويتعلم كل واحد يتعلم وهي يتعلم الرياضيات وهي يتعلم الفيزياء الكيمياء الطب العلوم الشريعة علوم القانون علوم الاجتماع كل علوم والمعارف هي فرصة للارتقاء العلمي وكذلك ما وشغير في المجال العلمي حتى في مجال الحرفي يا الله سيدي رب يعطينا لي الدين هذا يفس زمر بدم يحفظ يحفظ الحرفات يحفظ الآن سمحثيح تعلم مستوى الأسرة وكذا كذلك ينقل البيت ويسجمها وينظمها وكذا ويتعلم كيف ينظم وكيف يرتب الكتب وكيف يرتب حياته إلى آخره إذن فرصة لتحقيق هذا الارتقاء العلمي المعرفي أخيرا المجال الخامس أخواني الكرام أخواتي الكريمات هو تحقيق الارتقاء الإنساني هذه مسألة مهمة أيضا أن يحقق الإنسان إنسانيته هذا مقصد كبير جدا بش الإنسان يقول إنسان برك إذا كان إنسان ولا إنسان أعرف بالحمد الله يقول يعرف قيمة الإنسان كما هو قيمة أخوه يقول يعرف قيمة الطبيعة كما ذكرنا يعرف قيمة الغابات والأشجار يعرف قيمة الحيوانات والطيور والحشرات يعرف يقول ينساجم مع بني البشر وينساجم مع سائر الكائنات وهذا وهذا مقصد كبير جدا حينما يعمل الإنسان على تحقيق إنسانيته هذا التعاون والتكافل هذه صورة مشرقة صورة مضيئة في حياتي كثير من الناس يتعاون يتعاون سواء الجمعيات لجان القرى المحسينين اللي يعطى لهم ربي المال ما شاء الله حتى اللي ما عنده مش يقول لك وفرصة لتحقيق خلق الإثار ربي قال في صورة الحشر في الآية التاسعة قال في وصف الأنصار ربي اذكر خصلة من خصال الأنصار هذه الخصلة جعلهم الله عز وجل بسببها جعلهم يخلدون ويذكرون إلى الأبد من خلال هذا الوحي الطاهر ونحن قرأ قوله تعالى يحبون منها جرى إليهم شوف يا خوتي كيفاش ربي وصف هذا الحب حب الأنصار لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وللمهاجرين لأن الأنصار ممكن يوفروا أسباب العيش للمهاجرين فقط يقولوا مرواحو تأكلوا تشربوا تعيشوا خلاص ولكن بلا حب ناقصة ولكن ربيع الزوج الوصف هذا الوصف الدقيق العميق وهذا الخلق الراقي لدى الأنصار قال يحبون من هاجر إليهم معنى 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 يحبوهم وزاد ربيع ذكر صفة أخرى صفة الإثار ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إذن كثير من الناس في الوقت يثمر مرة يثمر مرة يثمر مرة طبعا كلامي الآن ينصرف إلى جميع البشر لماذا؟ لأن هذا السلوك الراقي تمثله الكثير من الناس على مستوى الكرة الأرضية وهذه صورة مشرقة حققها الإنسان باجتهاده في هذه الظروف والحمد لله رب العالمين لذلك تحقيق إنسانية الإنسان هذا مستوى عالي أذكركم إخواني أخواتي بما قال ربنا عز وجل في سورة الحجرات في الآية رقم 13 ربي قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما خلق الله البشر لصناعة الفتن ما خلق الله البشر لإثارة الحروب ولا لسفك الدماء ولا لإزهاق الأرواح وأنتم تعلمون سادتي سيداتي أن هذا الأمر قد حصل هذا الأمر حصل فيه ناس يصنعون الحروب والفتن ويسيرون الدماء ويزهق الأرواح بل هناك من يتمتع بالعدوان على حقوق الإنسان لدرواد الأم هذه ما هوش فقط شعارات لا راي موجودة اتفاقات دولية دي كونفنسيون كبيرة ما شاء الله الإعلان على الحق الإنسان وما شاء الله مؤتمرات كل هذا شيء طيب ولكن نريد الملموس الكونكري نفغان أم إمذاننا ذمية عقل باشا ذمية حذار الأسرة البشرية نساعدها واشو نساعد ولكن أولا رب سوساعد لغنغ باشا ذنزر بلين كونين تسيذير أكت خلق ثمرة أكت خلق ثمرة وهذه مسألة مهمة أربي مغديننا وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا باشا تم يعقلهم باشا تم يحذارهم باشا تم يحرازهم ماشي باشا تخذهمهم من القراث واشتاءت تعدين في زرفان قمذانان الفاطر ثمح قرانيث ذين العجوي قران دونيث صاف إلا قان مياقال إلا قان سعر رحمة قولا ميلان سعر رحمة يرنغ أربي سبحانه أغدي وليستطن الرحمة وغي يرحم وربي الزمر أغدي فكالرحميس إذا حققنا تلك ذلك النقاء في خمس مجالات وحققنا ذلك الارتقاء في خمس مجالات ربنا عز وجل سيغير حالنا إلى أحسن حال سيرفع هذا الوباء يقينا بأمره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بأمره